تعود العراق من جديد دولة مؤسرة بعد أن كانت العراق تذهب لحضور المؤتمرات واللقاءات والندوات والاجتماعات اليوم العراق تحتضن مؤتمر مهم جدا حول التعاون والشراكة عشر دول عربية بالإضافة إلى فرنسا وإيران وتركيا شاركوا في هذا الاجتماع المهم الذي يُعقد لأول مرة على أرض بغداد العريقة والشعب العراقي الشقيق شارك الرئيس عفتاح السيسي في هذا المؤتمر مؤتمر له رسالة محددة جمع يعني أواصل العلاقات بين الدول الحفاظ على وحدة كل دولة عدم تدخل في شؤون الدول الأخرى خاصة البيانة الختامة أكد على عدد من هذه الرسائل ولكن عودة العراق بتعني الكثير العراق منذ 2003 تحديدا أو ربما من سنة 90 أيام صدام وغزو دولة الكويت الشقيقة العراق لم تكن كما كانت من قبل والعراق تعرضت لإنهيار تعرضت لمشاكل ضخمة جدا مع الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 ولكن العراق الآن بمرة ثانية تعود مرة أخرى لتكون لها كلمة مهمة وأيضا يلتف حولها العالم مصر والأردن والعراق هناك تعاون سلاسي أو تعاون سلاسي بين التلات دول انطلق من هذا التعاون السلاسي لاحظت طبعا وصول الرئيس هفتاح السيس وكان في استقبالية السيد مصطفى الكاظيمي رئيس الوزراء العراقي ومباحثات ثانية بين الرئيسين